القضية الأهم اليوم اللي موجودة بالعراق هي قضية رئيس الوزراء العراقي القادم هذه أهم قضية لو تلاحظون كل الأمور اللي من قانون تعديل الانتخابات إلى قضية تعديلات الدستورية وغيرها نعم تهدف إلى تغييرات مهمة جدا بالعملية السياسية لكن الأمر الأكثر إثارة وأهمية والناس ذات تحتي بي ورافع الشعارات وكلام القوى السياسية وكلام العالم كله هو رئيس الوزراء العراقي القادم من سيكون شنو المواصفات ماتة مستقل غير مستقل كان بحزب ما كان بحزب بقوة سياسية أو غير قوة سياسية يجي من الجماهي راح يتفقون عليه أو لا هذه قضية مهمة جدا لكن ما يتم الآن تداوله والكلام عنه من تسريبات هنا وهناك وتصريحات رسمية أنه إيران متدخلة في هذا الموضوع وإلها تأثير بموضوع اختيار رئيس الوزراء العراقي هذه قضية إجتي على لسان الكثيرين لسان مصادر أو من مصادر إجتي صحفية مهمة جدا وعالمية راح نعرضها لكم جوي هود اللي هو نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى خلينيها زميل المخرج كانت عندها تصريحات على هذا الموضوع بالذات وعن تدخل سليماني بشكل مباشر قال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني هو مصدر الإرهاب لأنه يضغط على ساس عراقيين بوسائل شتى ولذا لن تتردد أمريكا بفرض عقوبات على أي سياسيين يتعاون معه ويقمع الشعب وينهب أمواله أيضا أضاف قضية مهمة جدا جوي هود اليوم بكلامه حقيقة بأنه يعني الولايات المتحدة الأمريكية كان لها نوع من الفضل وهذا الفضل وهذا الصرف وهذا التعب ما يصير يضيع هم رايدين حقوق الشعب العراقي قال بلادي قدمت أكثر من ملياري دولار كمساعدات للعراق منذ عام 2004 وبعد كل هذه السنوات والأموال من المهم لأمريكا إجراء إصلاح سياسي حقيقي في العراق يلبي طموحات الشعب هناك قضية مهمة جدا لازم نبينها بأنه التدخلات واضحة جدا يعني هو من كلامه للرجل واضحة يقول لك أنا صرفت مبالغ مالية أنا ضيعت يعني الكثير من الجنود دائما يقولون إحنا خمسة آلاف جندي يقتل بالعراق وغيرها فهم رايدين الديمقراطية للعراق وغيرها هذا كلام جوي هود وما يقوله القضية هذه اللي دي يتكلم عنها خاصة فيما يتعلق بقاسم سليمان إذا ترتبط بكلام كثير جدا انتشر على مستوى صحف عربية مستوى صحف آسيوية ومستوى صحف عالمية ومصادر مهمة جدا مثل رويترز والأسوشييت برس تقول بأن قاسم سليماني الآن موجود في بغداد لغرض مهم جدا ألا وهو اختيار رئيس الوزراء العراقي القادم هذا موضوع جدا خطير وجدا كبير ويعني حقيقة محتاج إلى رد يعني خلينا زمين مخرج الديلي ستار على سبيل المثال يعني هي واحدة من المصادر اللي نشرت هذا الكلام هذه لبنانية وتكلمت أنه مو بس سليماني وأنه حتى كوثراني يعني أنه هو موجود بهذه العملية وديضغطون على الساس العراقيين وغيرهم أيضا يعني شانت أكون مصادر صحفية أخرى خلينا خليكم إياها الآن اللي هي الميدل إيست أونلاين هم جتب تفاصيل كبيرة جدا وكثيرة عن وجود قاسم سليماني الآن ببغداد زيارتها شنو استشارية عسكرية ليش محتاجي بالاستشارية العسكرية نحن ندرب قاسم سليماني لما يجي العراق بحسب التفسيرات الحكومية وجاء بداعة من الحكومة العراقية من أجل استشارات كانت ضد تنظيم داعش الإرهابي أما الآن وجوده رح يثير الكثير من الأمور وهذا اللي يثار الآن بأنه الرجل عنده تأثير وكلام ونقاشات مع القوى السياسية أيضا خلينا نشوف هذا إحدى المصادر المهمة اللي هي فرانس برس فرانس 24 شوف شنو اللي ثبتت عن زيارة قاسم سليماني ووجوده في بغداد خليناها زميني المخرج قالت قاسم سليماني موجود في بغداد للدفع باتجاه ترشيحي إحدى الشخصيات لخلافة عبد المهدي وبحسب كلام فرانس برس والأسوشياتي برس بأن الرجل موجود لغرض غرض أن يقول بأن إيران مدتري تخسر سياسيا العراق مدتري تعتبر أنه استقارة السيد عادل عبد المهدي هي خسارة سياسي لها طبعا هذا الموضوع اللي دانحجي به حقيقة هو نقلا عن كلام هذه المصادر وهو يعني لا هو رأيي ولا هو رأيي البرنامج إحنا داننقل فكرة موجودة ومتناقلة في العالم كله ووسائل التواصل الاجتماعي أيضا يعني حقيقة لكن هذا الأمر أيضا يرتبط بأمر النشر في تاريخ 18-19-2019 بصحيفة الڭارديان البريطانية نشرت وثائق مسربة خطيرة جدا عن موضوع سليماني شلون يختاروا شلون إيران تثبت الأمور بالعراق قالت كشفت برقيات مسربة بأن ضباط المخابرات الإيرانية اختاروا الكثير من شخص ومسؤولي الحكومة العراقية وتسللوا إلى قياداتها العسكرية وحتى تم استغلالهم في شبكة من المصادر التي كانت تديرها وكالة الاستخبارات المركزية هذا الكلام طبعا خلينا يعني نعتبر على سبيل المثال هذا الكلام كله تحريض وكذب وهاي احنا عرضنا الآن صحف بريطانية وعرضنا كلام لجويهود الأمريكي وغيرها خلنا نعتبر هذه كل حملة إعلامية مغرضة وغيرها القضية إنه لماذا لا يتم الرد يعني دي يقولك وثائق مسربة وكلام مثبت وزيارة وتواريخ يعني دي يحشون أمور تفصيلية ليش مدى يصير الرد بشكل تفصيلي من أجل لأن هذا تدري يعني لما يصير هيتش الحكي ويثبت بالعالم معناتها العراق ما عنده سيادة فلازم يصير رد على هذه المواضيع وإلا عدم الرد فيعطي صحة وأحقية إلى هذه الأمور ويضر بالقضية اليوم إحنا وضع العراق وضع لا يتحمل مثل هذه الأخبار فإذا كانت حقيقية وواقعية يقولوا ليش قاسم سريماني موجود في بغداد وإذا لم يكن موجودا نقولوا ما موجود وأنهي الموضوع وخلص لكن هذه القضية لحد الآن للأسف الشديد قبل ما يجي سيد عادل عبد المهدي صارت مثل هذه الزيارة لقاسم سليماني وإن أخذت له صورة في بغداد وهو قاعد ومندري يعني تاريخ الصورة حقيقة لا طلع كذب ولا طلع شيء بالعكس كان موجود الرجل هل هو فعلا متدخل بهذه الأمور هل هي نقاشات عسكرية وغيرها مثل ما الأمريكان يجزون قائد القوات المركزية الأمريكية لابد من تفسير لهذا الموضوع